قافلة الهدى الدعوية خالد الراشد يقدم ونحن نرى المعاصي ظاهرة في كل مكان في المنازل في الأسواق في الجرائد في المجلات في الشاشات في المؤسسات في المعاملات بل طل في كل جوانب حياتنا حرب على الله كيف ننتصر إن كنا نحن الذين نحارب الله كيف ينصرنا الله ومعاصينا ظاهرة بارزة في كل مكان ألن ندرك بعد ونتيقن أن ذلك هو سبب ذلنا وضعفنا وهواننا إلى متى عباد الله ونحن نبارس جبار السماوات والأراضين بالمعاصي أما نخاب أما نخشى هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه أنا أن نصع أماء أم إننا لن نصع إلا عندما تأتي علينا الضامات والعقوبات والعقوبات التي بدأنا نرى نذرها تلوح في السماء ونكون وقتها استحققناها بإعراضنا وقسمة قلوبنا قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسط قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ما الذي أهلك القرى والأمم السابقة أليست الذنوب والمعاصي أهمس لأولئك الذين يستهينون بالمنكرات والأوامر الشرعية صغيرة كانت أو كبيرة وسط هذا الواقع المؤلم الخطير الذي تعيشه بلادنا وأمتنا أن ينتبهوا إلى أن تقصيرهم هم لا يعود بالضرر عليهم فقط معاصيهم منكراتهم لا تعود بالضرر عليهم هم فقط بل يعود على الأمة بأكملها فهم من أسباب الإنهزام والتأخر والضعف من المؤلم أنه على رغم الأحداث الأخيرة الخطيرة التي مرت وتمر بنا وسيمر بنا مثلها كثير إن لم نرجع إلى الله فإن الكثير من المسلمين أفرادا ومجتمعات لا زالوا مصرين على الذنوب والابتعاد عن من أجل الله بل بعضهم يجاهر بمعاصيه في كل مكان والله هذه خيانة لله ولرسوله إن كل عاصي متخلف عن أوامر الله هو من أسباب ضعف الأمة وكل مطيع سائر على الطراط المستقيم هو من أسباب نصرها من صلى الأجر اليوم في جماعاه فهو من أنصار هذا الدين فأسألك بالله العظيم هل كنت في صفوف الذين صلّوا ودعوا وتضرّعوا أم كنت في صفوف المتخلفين هل كنت سبب من أسباب طوة الأمة اليوم أو من أسباب ضعفها وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين لا بد أن نراجع الحسابات لا بد أن نراجع الحسابات لا بد على الراعي والرعية أن يتكاتفوا فيما بينهم البيل لإنقاذ السفينة من الغرض لا بد على الراعي والرعية أن يتناصحوا فيما بينهم البين لإنقاذ استفينه من الغرق وهي على وشق الغرق إلا أن ينطف بنا الرحمن الرحيم والله استفينه على وشق الغرق إلا أن ينطف بنا الرحمن الرحيم اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه أجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره يا رب العالمين اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات اللهم أمن علينا بتوبة النصوح يا رب العالمين اغفر ذنب المذنبين واقبل توب التائبين وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم من حاد منهم عن الصواق فرده إلى الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا جبار السماوات والأراضي اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ايدهم بتأييدك يا حي يا قيوم اللهم اتبعنا الغلاء والوباء والذباء والسنى والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى الذين يمكرون بنا مكرى الليل والنهار ندرأ بك في نحودهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا حي يا قيوم لا إله إلا الله الله أكبر